الدرس النهاردة بعنوان الإيمان والقرآن والمشاعر قبل ما ندخل فيه عايزين نراجع الوجب مع بعض ايه أخبار التأمل مين فيكم قام بعملية التأمل في خلق الله لا دي نسبة ليه لقاو لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده اولا قلت حاجة هو احنا بقول ليه فهم ده امسك الوردة ابص عليها ورقة شجرة ابص عليها ماشي كده ابص على السحاب والأمر لا لازم عادي تكون اكبر من كده مش اكبر كده لازم كلنا نعمل كده ده احنا من النهاردة مش خمساش دقيقة من النهاردة اربعة عشرين ساعة تأمل طول ما انا ماشي عيني على مخلوقات ربنا واستشعر فيها قدرة ربنا فلو سمحت دي من اهم العبادات طيب الناس اللي قامت بمسألة التأمل مين فيكم شعر فيها بلذة طيب حلو قوي مين فيكم شعر انها حركت له ايمانية او حركة مشاعره فيها حركة المشاعر الحمد لله كويسا احصاء النعم ايه الاخبار طيب مين فيكم جاب الليستة معاك الليستة موجودة معاك كويسا كم نعمة احصتيها بسم الله ما شاء الله ميتين واحد وعشرين واو حلو قوي انا اقصى عدد كان عندي الدورة اللي فاتت كان مية واربعين نعمة بس الاختة كانت بتعد المنتجات الحديثة الموبايلات التكييفات انت حطيت حاجات دي ها حطيت حاجات دي وحطيت حاجات من البصر والتابعة كويساوي حطيت البلع حطيت البلع حطيت البلع حطيت البلع عارفة لو زورك واجعك ومش قادة تبلعي هتفتكر النعمة دي وانت عدوا نعمة الله لها تحصوها مش تداري تحصيها كلها ليه؟ لان في نعم مش هتحسي بيها الا ما تتمنعي عنها عشان جالها العصب السابع حطيت نعمة انها تقدر تقفل عينها كانش بتقفل سبحان الله مين حطيت نعمة العلم؟ مين حطيت نعمة الجهل؟ طب ولوكوة لحاجة بقى؟ حطيت دعمة الجهل؟ حطيت ايه؟ فلع والخض حلو لأ بص بقى يعني هو الجهل؟ من غيره ما انا اشعرش بلاذة العلم الجوع من غيره ما اشعرش بلاذة الاكل احيانا كده اروح انا مثلا مراتي ناكل في مطعم كده ونقول ايه هو الاكل المرة اللي فاتت كان احسن ولا احنا المرة اللي فاتت كنا جعانين اوي ايه دي فعلا ممكن تبقى جعان اوي فتشعر يا ده المطعم ده جامد جدا هو اكل عادي جدا بس انت جعان اوي فشعرت بلذة الاكل اوي انا مثلا بحيب كتب الشيخ غردوي ليه ايه فربي من كتب مشيخ تانين كتب الشيخ غردوي من كتب انا في كل صفحة احس ان في ايه طرع بتقول انت جاهل حاجة جديدة في كل صفحة الواحد ممكن يكون مثلا من كتر مقرأ او كده يكتاب كامل ايه مثلا حاجة جديدة حاجتين بس في كتب مشيخ معينين كل صفحة حاجة جديدة ده حاجة رائعة جدا ايدي نقطة ابتدي اشعر بالله ده انا عشان كنت جاهل ازالة الجهل ده لزر فيصبح الجهل نفسه نعمة اذا كنت بزيله لكن مش الجهل نفسه نعمة طبعا ما بقاش واحد الله فالحمد الجهل اللي عنده سعير نفسه واجه سارة اخدا 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 دنيا دي كلها فيها والشر أد الخير وكل ما كان الشر أكتر كل ما كان الخير برده أكتر لكي يحصل التعادل لكن المهم إحنا ليه قلنا نحسن دي عم فالحيطنا عايز أقولكم عليه هناك ما يسمى بالعبادة عبادة المهجورة عبادة احنا هجرناها وهي عبادة إحصاء النعم من فيها كم يقعد يحصي النعم حاج معنا ربنا أمر نبيه يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فذكر النعمة عبادة ما كناش بنعملها طب هي ليه عبادة الإنسان بطبيعته يحب اللي بيدينه وكل ما العطاء ده كان كتير كل ما حبته أكتر كل ما العطاء كان بدون مقابل كل ما حبته أكتر فبالتالي الدكتور مجد العلالي بيقول إن من طبيعة الإنسان إن تتوجه مشاعر الحب داخله لمن يعطيه وكلما زاد العطاء أو كان غير مقابل زاد الحب في القلب ولأننا غرقى في النعم مش عنا بقى غرقانين في النعم ولا نترك قلبنا يتذكرها فألفناها تعودنا عن النعم دي خلاص حتى أصبحنا لا نراها ولا نتذكرها خلاص نفتكرهاش نحن 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 ما بيعرفش النعم غير لما يتحلم منها فإذا بنا نعيش حالة من الجحود لربنا المنعم الودود عندنا حالة جحود لأننا ألفنا النعم تعودنا أنها موجودة خلاص كده كده لذلك إحصاء النعم مسألة مهمة جدا خلي عندك الورقة دي محطوطة عندك في درجة كلما تتكي النعمة افتحها اكتبها ساميه دي كراسة النعم ماشي طيب إيه أخبار دعاء الحب مين وصب عليه قوله إلي على الأقل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك لازم تسأل ربنا الحب ماشي وفي نسخة مختصرة هي منها اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارغ على الضمأ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبياءك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجسدي كله اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك شيء جميل جدا يا جماعة نحن ندعي بالدعاء ده يوميا ولو مرتين مرة الصبح بعد الفجر قبل منام فلأ لازم طيب إيه أخبار مين أرى الوسائل وسائل تمكين حب الله كيف نحب الله ونشتاق إليه طيب القرآن كله شغال ولا في حد كله شغال لا معيش اللي بيرى ورد القرآن كل يوم أي أن كان الوقت عديه بس بيرى كل يوم يوري ييده ما هو الإيميل محبط بس أنت حر أنا مالي كل واحد متعلق من عرقوبه نجي ناخد الدورة ونروح نتفرج على أسري فودة متوحرم والله يجد يوم اليام ربنا جاء ما قالتش قرآن ليه يا ربي كنت بقرأ اليام اللي مفيش فيها البرنامج بتاعي السفودة خلصت حر أنا مبقولش براجع الحاجة حرقا مبقولش بنتفرج على روتانا سينما مبقولش بنتفرج على أفلام مش عارف ايه ايه ارتي أفلام مبقولش كده ولكن على الأهل يلزم أعمل واجباتي الأول نحق ربنا وبعكاب أسلي نفسي بالتوك شوز اللي مش هتخلص دي طيب طيب نتكلم بقى شوية على الايه المشاعر عادينا نفهم الدنيا ماشية ازاي السيكولوجي بتاعتنا كده القلب قلنا هو المشاعر القلب هو مجموعة المشاعر اللي جوانا حب كره حسد إيثار رضا توكل إنابة المشاعر دي هي دي القلب بتاعنا القلب ده بتشده قوتين قوة الهواء الميول الجوانا وقوة العقل والأشياء اللي هو مقتنع فيها كل واحد بيشد من ناحية بقدر تمكن الهواء من المشاعر بتاعتك هو ده قدر تمكنه من القلب كل ما كان الهواء بتاعك متمكن من مشاعرك يعني مثلا واحد الهواء عنده بيهواء نفسه نفسه في ايه الهواء نفسي في ايه نفسي اكسل شوية بقى واستريح اروحش الشوية لنارطة ماشي اذا الامر تحول الى حب للخمول يبقى حصل تمكن للهواء من مشاعر الانسان لانه انقلب الى حب لكن هوا بيقول نفسي اكسل مش مش كلمة طبيعي هوا جالك لكن المهم انت جواك قلبك تحرك ناحية الكسل بيبت تحب كسل هو ده الخطر ان الامر يتحول الى من مجرد هوا في النفس الى فعل قلبي حب للايه للشيء ده ماشي لو الق نعم ده جيد الوقت اهو اهو لو القناعة العقلية انتقلت الى المشاعر بقى اسمها ايمان يعني واحد عقله مقتنع به عارف عقلا عارف علميا انه والله اللحمة الملبسة بالدهن ومطبوخة في سمنة بلدي قد كده ده مضرة بالصحة عقلي مقتنع لكن لو كرهت هذا الطعام اللي اني عارفهم بي محبوش انا اعمل لك لحمة لا 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 ده معناه ان انا مؤمن بانها مضرة طالما ان امر تحول الى كره بقى فيه ايمان ايمان بان هذا اللي في عقلي ده حقيقي بلاش واحد مقتنع عقلا ان ابو تريكا هو سبب فوز النادي الاهلي اذا وصل الامر ان هو لما ابو تريكا ما ينزلش يلعب او يبقى مصاب يبقى انا متدايق جدا ليه كابتن ما نزلوش نا يبقى انا الامر تحول الى ايمان انا مؤمن بين ابو تريكا وسبب الفوز مساء مش مساء قناعة عقلية لا ده القلب بيتحرك انا بزعل انا بحزن بحزن لما مايلعبش مدام بحزن مايلعبش بقى اصبح ده ايمان ده الفرق بين الايمان وان العقل مقتنع بس مش بالضرورة الايمان يكون ايمان بحاجة حلال مش بالضرورة الايمان يكون ممكن يكون ايمان بالباطل ايمان بحاجة كف بيقول ايه افبالباطل يؤمنون ممكن اؤمن بحاجة خلط الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اسمع بقى واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يشمأزوا من ذكر الله يشمأزوا يشمأزوا اذا هذا ايمان بكفر هل بالك ماشي فالايمان ليس بالضرورة يكون بشيء حقيا اذا اي فكرة العقل بيقتنع بيها ويطمئن لها القلب هو دا الايمان الايمان عبارة عن فكرة في العقل والقلب مطمئن لها مستسلم لها دا اسمه ايمان عن ما لاجه اتخذ قرار الدنيا بتمشي ازاي بقى السيستم بيمشي ازاي بيحصل صراع بين الايمان وبين الهوى انا نايمة ودينا تلج والفجر اقزم سمعته ودفين في السرير يبتدي بقى انا عندي ايمان باني لازم اقوم واخسل وشي وايدي ورجلي وروح اصل دا ايمان بس فيه هوا بيقول لي ايه ولا اكنك سمح حاجة صاهين هو فيه احلام السرير دلوقتي احصل صراع بين الهوا اللي طالب الكسل والخمول وبين الايمان اللي بيقول لي روح الاقوى فيهم هو اللي بينتصر وبيدي اشارة للجسم يتحرك الايمان انتصر على الهوا هقوم ناطر الغطا وقائم ورحمة وطي والله الهوا اللي انتصر خلص ما صليتش ممكن يحصل بقى يعني لا مش استنى شوية بقى فيه ايه صراع جامد جدا ماقول الامام مش اقوى قوي يوم الهوا يقول لي ايه هتصلي بص نوصل لحال وسط خمس دقائق بس وهتقوم صح وامواخد الموبايل وضعبت الالارم التاني خمس دقائق كمان هنا بقى النقطة مين اللي هينتصر في الاخر لذلك انا لازم اغلب الايمان اقوي عشان يقدر ينتصر على الهوا نعم دي مسألة تانية بقى طيب بس اخيان مش عايز اخرج برا لموضوع ماشي خلي بالك الايمان اخوانا بينتقد كما ينتقد الوضوء ويجدد كما يجدد الوضوء بص الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله وادناها اماطة الاذى من الطريق والحياء شعبة من الايمان طيب واللي يحط الاذى في الطريق ما هو اللي بيشير الاذى ده عمل عمل ايماني اللي بيحط الاذى ده بينتقد الايمان بينقض الايمان لكن مش كاثر يعني طيب يعمل ايه يجدد ايمانه ممكن ينتقد كل الوضوء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خالص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق الصارق حين يسرق وهو مؤمن ايه اللي بيحصل الايمان بينهزم جواه للهوى الهوى طلب شهوات الهوى المزاج عايز فلوس الهوى عايز شهوة جنسية فبينهزم الايمان مش مع كان الاسلام من هزم هو جوا هذا الانسان الايمان انتقد خلاص انتقد ايمان يعمل ايه يجدد ايمانه الايمان بالاسلام دلوقتي الايمان بأي فكرة انا باتكلم دلوقتي انسان عايز فلوس ماشي الهوى بيقول له اسرق ايمان بيقول له ما تسرقش لما يسرق يبقى مين اللي كسب الايمان الهوى الهوى كسب خلاص ما يامش يصلي مين اللي كسب ان شاء الله الايمان لا طبعا ما تخافوش على الاسلام يعني الاسلام انهزم هو جوا الانسان في صراع داخلي بين الايمان وبين الهوى فالايمان ممكن ينهزب يجدد مرة أخر جدد ايمانك تجدد ايمانك ويزا الكلام ليه بعضنا يقع ممكن في معاصي مش اخر الدنيا جدد ايمانك جدد ايمانك اذا الايمان محل القلب والقلب قولنا هو المشاعر اذا الايمان موجود فين في المشاعر بس الايمان مش من المشاعر الايمان مش من المشاعر المشاعر دي مشاعر شعور يعني ايه شعور بالحب شعور بالكره شعور بالانانية شعور بالإيثار شعور بالرضى الايمان موجود في كل شعور من دول لكن ما هو الشعور في نفسه خلي بالك فالايمان موجود جوه شعور الحب موجود شعور البغض موجود جوه وهكذا فالايمان موجود في المشاعر كل شعور من المشاعر دي جوه ايمان طب ايه هو الايمان في اللغة الايمان هو التصديق وعكسه الارتياب احنا قلنا شرحناه اصطلاحا هو الايمان هو فكرة في العقل والقلب المطمئن لها لغة تنبه التصديق وعكسها الارتياب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه والذين يصدقون بيوم الدين يعني ايه يؤمنون بيوم الدين الارتياب عكسه انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخري وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عكس الايمان ربا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا دكتور مجد هالي بيقول الايمان هو تصديق القلب واطمئنانه وثقته في الفكرة التي تطرح على العقل هذه الثقة تبدأ صغيرة يبقى الايمان ممكن يبقى صغير وتنمو اذا ما تم تغذيتها حتى تصل الى الثقة المطلقة بلا ادنى ريب او شك ينمو الايمان سيدنا ابراهيد قال ايه ربي ارني كيف توحيي الموتى قال ايه ولم تؤمن مؤمن طب قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه مؤمن ولكن ليطمئننا قلبي عشان يزيد اكتر عشان يثبت اكتر والين شفت حاجة اكسترمت اتعاملت قدامي اكيد تصديقي اعلى لما شفت بعناي لكن هو مؤمن تعالوا نحلل بعض الزوائر اللي ممكن نشوفها واحد عنده قناعة بالاسلام بيدافع عن الاسلام يقرأ طور النهار في التاريخ الاسلامي لكنه مش مواظب على السلام او بيدخن او مش ملتزم باوامر الله طب ده مشكلته ايه مين يقول يعني يضع في ايمان العقل هو العقل مؤمن بالكلام ده لكن المشاعر لم تتحرك نحو هذه الفكرة العقلية فما بيؤديهاش صح فالإيمان عنده ضعيف لكن الفكرة الموجودة في العقل هو يدافع ده فيه كفار بيدافع عن الاسلام جونس بوزيتو كارين أرمسترونج دول مش مسلمين أصلا وبيدافع عن الاسلام لكن القلب لم يؤمن العقل مؤمن بعض المسلمين القلب مؤمن بس مش بالدرجة كبيرة فبتدي يأثر فيه عباداته طيب أستاذ عقيدة في جامعة الأسر أو أم القرن يدرس عقيدة بيدرس قدقه قدر يحصل أن يفقد أحد أفراد أسرته إيه بيجزع ويصرخ ليه يا ربي ليه خدته مني أوه حاجات زي كتن مشكلة أي في العقل هو فاهم القضاء والقادر لكن مش مؤمن به لذلك من أقسام الإيمان الإيمان بالقضاء والقادر مش فاهم القضاء والقادر فاهمه كل صانت طيب المهم تؤمن به الفامي مش كفاية أنا عايز قلبك يتحرك نحوه واحد صديقي كان هو امراته دايما لما بيخلفه يخلفه طفل عنده ثقب في القلب جالهم كده حوالي هظن التلات أطفال وكل طفل يطلع به على الجوف فرنسا في أكبر المستشفيات التي تحت الأطفال وعلى أربعين يوم خمسين يوم الطفل بيموت ما يكونوا صرفوا دم ألبهم عليه أنا فاكد كويس آخر طفل مات لما مات ونحن نزوره جنبه من فرنسا ودفنوا الطفل وكل التحليل بتقول إن ما فيش أي حاجة تسبب ده ما فيش حاجة راضية تشرح عرضوا نفسهم على أمريكان وفرنسويين ما فيش فايت آخر طفل روح ننزوره يعني إنه نعزيه لإنه ترات وجاتهات وحاجة ساكت هو عايز يقول يا ربنا راضي راضي وقاعد بعانا وبيبتسم وبيتحكي خلاص راضي قال لي بالك فهو مش بس بسم الله ما شاء الله يعني راضي بالقضاء والقدر أو الإيمان به لأنه ده وصل لمرحلة إنه يعني يحب كل ما يصنعه به حبيبه يا رب اللي انت تريده تسليم كامل مراحل علي يا دي قوي قال لي بالك طب تعرف إذن إيمانك بيزداد وانت بتعمل العمل الصالح مثل قراءة القرآن مثلا أذكار تأمل تأثر صح تأثر المشاعر يحصل إيه المشاعر تتأثر فيحصل عندك تأثر زي مثلا إيه بكاء أو سكينة واحد هو بير قرآن يشعر بسكينة يشعر بسعادة يشعر برضا ده تأثر الجماعة بقى السلف كانوا يسموه يقولك إيه وأنا بقرى النهاردة وجدت قلبي يعني وجدت قلبي تبدور عليه في حتة أيوة قلبي كان تايه مني أنا لقيته النهاردة في الآية الفلانية لقيته النهاردة في سورة الأحزاب هو ده وجدت قلبي لما شعر بالتأثر وبالهزة الهزة القلبية هنا يبقى الشعور ده مش هل يكون بكاء لشنبعنا ندرك إيه ما ببكيش أيوة لكن هل بتشعر بالرضا هل بتشعر بسكينة هل بتشعر بشيء من الرهبة الشعور ده لما يحصل الاهتزاز ده ده تأثر ربنا سبحانه وتعالى يقول لي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ربنا يذكر وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يزداد إيمانا مع تلاوة الآيات وعلى ربهم يتوكلون خلي بقى لك الإيمان اللحظي يزول يعني بينعكس على السلوك لكن أول ما الحاجة اللي تسبب الإيمان ده تزول خلاص بيروع واحد مثلا إيه مروح النهاردة يحصل حادثة قدامه عربية بتتقرب يقف على جنب ينزل يشيل مع الناس الميتين ويقول لي بقى المناظر صعبة جدا بقى وده مخه طالع بره رأسه وده حاجة صعبة جدا وبعدين يتأثر فينعكس على السلوك يرجع البيت السلام عليكم أخباركم إيه تمام الحمد لله قرأتم قرآن النهاردة متزبط حادثة مزبطة نسي الحادثة ريع تاني هيس هذه النقطة يتأثر بالتأثر ده بس سريع سريع ويروح إيه زي بزرط بطارية الموبايل تشحم سرعة تفضي بسرعة لما يكون موبايل بايز البطارية بايزة احنا عايزين بقى الاستقامة تبقى مستمرة في السراء وفي الضراء استقامة مستمرة طيب تعالوا بقى نشوف حالة أخرى اللي هو الإنسان اللي ممكن أثناء ما هو في لحظات التأثر برضو يجزع يعني الشاب بقاعد بيسمع خب الجمعة عن الموت مثلا فتأثر تأثر شديد وبكى بكاء شديد ووقف في الصلاة فالإمام صلى بصورة قاف وبقى يبكي خلص السلام عليك السلام عليك ختم الصلاة وهو في حالة من الرهبة راح ياخد الجزمة لها تسرقت راح أقال لك ايه ده الجزمة فين عايزة جايبها بخمسمائة جنيه وابتالى علي صوته ويجزعه بتاع تفسروا بايه ده حد يقولي تفسر بايه ده لا مش شيزوفريني لا مش تأثر ده هو متأثر لسه خلي بالك يا جماعة أسبور بقى أنا أتركوا الإيمان موجود فين في المشاعر حلو هاوي هو اللي اتهز عنده مشاعر الرهبة لكن الرضا لا يبقى احنا بيواجهنا تشالنج خطير احنا عايزين نشتغل على كل المشاعر مشاعة شاعر مشاعر مشاعر لا خلي بالك بقى يبقى انت عايز تشارع على كل المشاعر اللي عندك اهو دراجة لسه متأثر لحد ما هو في أسناء لحظات التأثر بس هو متأثر بايه بالرهبة لكن مش متأثر بالرضا طيب ازاي يأثر في الرضا يبقى احنا عايزين حاجة تانية ليه لخبط الجمعة عايزين حاجة تأثر في كل المشاعر طيب ربنا سبحانه وتعالى بيكلم بيثني على الذين استقاموا استقامة دي يعني في كل في السراء وفي الضراء ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يبقى انا عايز يبقى حالي في كل الأحوال مستقيم ربنا العصاصة يقول ايه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له انا عايز الاستقامة دي بقى تستبر يبقى عايزين نشوف حاجة تزبط لي المشاعر كلها وباستمرار تعالوا نشوف حاجة كمان الإيمان هو بيكتسب احنا جئت دورة دي عشان يبعدنا إيمان ولا هو فضل من الله لا احنا عايزين يبعدنا إيمان تجينا ناخد دورة الإيمان ايه طب ايه رأيكم بديكم لجيب لجوا صدمة بقى الآية بتقول ايه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يا جماعة الإيمان فضل من ربنا الله طبعا احنا جئت نعمة ليه ما كل واحد يقع في بيته ويستنى يجيله إيمان لا ركز ايه الإيمان فضل من الله لكن يعطى لمن لمن يطلبه بص كده ارى الآية كويس ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوخة والعصيانة أولئك هم الراشدون العاقلون اللي بحثوا عن الإيمان فربنا ادهولهم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيمة لا تخافش ربنا عليم ربنا عارف كل واحد هو مش هيفوت ولا واحد من اللي بحثوا عن الإيمان ومش هيدهوله يعني انت عايز هامبرجر تعمل ايه اطلب هامبرجر اطلب الهداية تجيلك الهداية مش هتطلب الهداية مش هجيلك الهداية انت قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هدايته فاستهدوني وهديكم بس خلاص ما استهدتش يعني استهدوني ألف سين ت يعني طلب الفعل استهدوني يعني اطلب الهداية مني هتطلب الهداية يجيلك هداية مش هتطلب هداية لما تشوف حالة متؤدنك بس خلاص يبقى إذن الخلاصة هو إنه الإيمان فضل من الله ولكنه ينال بطلبه والرغبة فيه لا طلبت ولا رغبت فيه ابقابلني وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كل بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله إيه دخل الذين يعقلون دلوقتي أي ما هو كده اللي عنده عقل هيطلب الهداية هيبحث عن الهداية يؤتى الهداية ما عندهش عقل هو حر خليه ماشي ورا الخابة يبقى يقابلني وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيأعلم بالشاكرين اسمع كده ربنا فتن بعض الناس ببعض إزاي قالوا إيه أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني ربنا ملقاش غير دول عشان يهديهم قالك إيه بقى يعني ربنا ملقاش غير ده اليتيم ده الفقير ده عشان يبقى نبي طيب ما كانش ينزل النبوة على رجل من القريتين عظيم حد كده من ثقيف ولا من من كبار قريش عمر بن هشام ولا حاجة كنا نقباله لكن ملقاش غير ده أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يسمع بقى الإجابة بتاعت القرآن أليس الله بأعلم بالشاكرين هو ربنا مش عارف الشاكرين شكروا إيه؟ شكروا نعمة العقل فبحثوا عن الهداية ربنا يهديهم طبعا شكروا النعمة اعملوا آل داودة شكرا خلي بالك شكر النعمة يكون بالعمل اعملوا آل داودة شكرا الشكر إنه هو العمل عمل طلب هداية عمل جهد خد خطوة تقرب من الله شبر ربنا تقرب له باع دراع بص بقى سيدي سأصرف عن آياتي دول ربنا هيضلهم ولو ربنا بيضل أهو بيضل سأصرف عن آياتي مين بقى؟ اللي سكين في باية ناصر؟ لا اللي اسمهم بيبدأ بحرف الكاف؟ لا ما تخافش مش على أساس شخص يقول ايه؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به ربنا بيوريهم الآية مش هيؤمنوا به وإن يروا سبيل الرشد ربنا يوريهم طريق الصح طريق الصح لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين دي إجابة اللي يقول لي ايه؟ أنا فيه واحد صاحبي مش مسلم وعملت معاه كل حاجة فرقته على كل الأفلام عن الإسلام قررته كذا كتاب عن الإسلام وخليته مش شادي إسلام بردو أعمل ايه؟ فيه ناس كده يعني يعني ويروا كل آية لا يؤمنوا به مين قال لك ان انت هتهدي كل الناس؟ يبا احنا لدينا ثلاث إشكاليات عايزين حاجة تخطب الفكر والعاطفة مع بعض؟ ما ينفعش الفكر بس لازم الفكر والعاطفة ولازم نستعملها باستمرار باستمرارية ليه؟ عشان يحصل رسوخ للإيمان في القرب يحصل استقرار للإيمان في القرب ما يبقىش حاجة لحظية مش زي الأمر اللي بطلعها وارجع بعدها بثلاث أربعة يام بفش مش زي الحادثة اللي بشوفها في طريق السويس وأطلع منها ملتزم قوي لمدة ساعتين لا عشان حاجة مستمرة تأثر فيها الاستمرار وتكون بتخاطب العقل والقلب وتستثير جميع المشاعر يبقى القرآن هو الحل القرآن يتعامل مع اللوجيك ويتعامل مع ايه؟ مع المشاعر النهاردة أنا أجيب لكم بقى كهة شوية آيات ليه بس أثرت فيها خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول أو الأسبوع اللي فاتوا ده بصراحة يعني نتأملها كده مع بعض وتشوفوا المشاعر اللي ممكن تكون موجودة في القرآن وإزاي القرآن ممكن يهز المشاعر تعطي الإنسان استثارة جميع المشاعر موجودة في القرآن بص بص ابن قيم الجوزابيلي لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر اللي بقى لك مش أي قراءة مش قراءة إياها فهو الذي يورث اسمع على أشوية المشاعر دي المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياته القلب وكماله كل المشاعر دي قرآن يتعمل معها لو بتفكر وتدبر بدون تفكر وتدبر بقابلني القرآن يتعمل مع كل المشاعر ويتعمل مع اللوجيك يتعمل مع العقل ويتعمل مع القلب طب والاستمررية عليك انت بقى حاكلين تقرأ كل يوم وبكمية معقولة لكن أنا عندي كمية ناس بتشتكي لا 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 مش ممكن الواجبات ساعة بحالها كل يوم طب انتع سرة دي أنا مقدرش على أكثر من ربع ساعة يعني ربنا تدك 24 ساعة عايز تدينه هنا من ربع ساعة أنا بقولك تدينه ساعة لا وتبص تلاقي في الحياة فيه متشوت بنتفرج عليها توك شوز بنتفرج عليها وشغل بنشتغله كل حاجة كل حاجة واخده وقتها وزيادة لما ربنا لأ أنا ما عنديش نجل ربع ساعة وتساعة لو قلت له أه حتى الربع ساعة مش هدينه ايه دي الكارسة هنا الكارسة طيب أنا أقولك بأمانة يعني الواحد لما بيتدبر القرآن أنا شخصا بحيش أنا عايش حياة جديدة حياة أنا أنا أخدش قلت ساعة أرى قرآن ياه أنا في حياة جديدة بس الروح اللي فيها مش روحي لا القرآن هو الروح بيدي حياة خلق القرآن يدي حياة ربنا يقول إيه للرسول السلام وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا يُحْيِي بِهَا الْقَلْبِ خلي بالك قلب يحيى قلب قاسي يحيى بالقرآن يمكنك إيه مدينة الإنتاج الإعلامي دخلته تمشيته شفته الحتة اللي تمثل فيها تمثيلة الملك فاروق وفيه تمثليات مثلا فيه تمثليات كمختلفة وفيه حتة بحري في سكندرية دي معمولة مكتات كبيرة لكنك داخل جوه مدينة أنا بأمينة وعين بقر القرآن بحيث أنها دخلت مدينة إنتاج أنا أحيانا كده خاشنا كده أخد أحد مع سيدنا نوح و وأتباعه ورقب الفلك وفيضان طب أخرج أطلع خش على ستوديو تاني سيدنا موسى وقومه والصحرة ويؤمنوا يتصلبوا على جزوع النخ بحر بيتفرق نصين خش منهم على قصة تالتة أنا بشعر فعلا بكم من الخيال الشديد في القرآن الكريم طب ما دي متعة بشعر هناك في حياة أخرى عارفين أفاتار هو بيخش كده يبتدي بحياة تانية خالص القرآن ده بيعملي أفاتار خلاص بقى هو دي نقطة أنا عايزك توصل للمحطة ده بتتبنج تخش بقى فعلا حياة تانية خالص تتلقى فيها وتشحن قلبك وعن ترجع الحياة بتاعتك تشتغل عجبتني أوي أختم الأخوات وليه بقول لهم في البيت بصوا أنا بالزبط كأني نزلة يعني بعد ربع ساعة اعتبروني مش موجودة في البيت لحد يجي يقول لي عايزة تعش ولا حد يجي يقول لي وديني التمرين اللي عايز حاجة يطلوبها دلوقتي هو ده صحة بتفرغ نفسك لربنا تعمل نفسك مكان لك ماشي أنا عايز نتأمل مع بعض زي ما تأملنا كده الوردة وورقة الشجر والسحاب نتأمل كده الآيات رائعة الآيات رائعة فيه مثلا الخيال اللي فيها هتلاقي مثلا إيه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هي سنرعبهم كيف هي أو توصل المعنى للعقل سنرعبهم لكن لا ده عقل بس فيهم سنرعبهم إنما القلب يتأثر إزاي لما الرعب اللي هو شيء معنوي يتحول إلى شيء محسوس ثم يتم تحريكه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ده شيء معنوي لكن بص وقعها عليك وعلى قلبك عمل إزاي سنرعبهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لا فرق فتشعر أنه فيه خيال فيه تصوير فيه تمثيل مع القرآن ممكن نعيش قصة لكنني عايش بالزبط أنا باتفرج على تمثيلية قدين اتفرج على الآياب بتاع صورة المتوففين هو أخيرها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أنا بس أنا بأرابة كأتنين بلطقية ماشي مع بعض وشافوا الناس دخلت إلى القرآن في المسجد إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون تحكوا عليهم بس العيال دي دخلوا إلى القرآن تحكوا وإذا مروا بهم يتغامزون يمروا مع الله كده بس بس يتغامزون تحكوا عن الناس المؤمنين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يروح بيوتهم شوف أخوه شوفت يا لها النهاردة ويناكت عيال عائشة في الوهم وفاكرة قرآن ده مش عايزة فكه بيقول نكت حضرته بيدي فكهات على المؤمنين خلي بالك وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون دون العاشين في الوهم تمثيلية تمثيلية بجد بص في الآخر بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أول حاجة كلمة فاليوم دي بتوقفني اليوم إيه المفروض غدا لكن لا اليوم ده حصل فعلا دول دخلوا الجنة فعلا ودول دخلوا النار فعلا في علم ربنا فالآية تنقلك للآخرة وكأنك النهاردة أنت في الآخرة وشايف عشان تشعرك شايف بنفسك شايف بنفسك اليوم المؤمنين اللي كانوا بيتطريعوا عليهم ويرش عليهم ميت نار وبيضربوهم على أفاهم فهم مش عبقين على الأرائك ينظرون هم فين الكفار مش معنا ليه في الجنة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون خلي بالك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن إن هذا القرآن هذا اسم إشارة للقريب إذن ربنا بيقول لك القرآن اللي قدامك على المكتب ده بيهدي مش إن ذاك القرآن إن هذا القرآن اللي قدامك هو بيهدي المشكلة الإيمان عندنا موجودة ولا لا بالقرآن وقدرته المشكلة العزيمة عندنا عشان نتغير موجودة ولا لا بس هنعمل له واجب ولا لا حسن يقولي بقى لا أنا ما تغيرتش هنعمل له يجب لا تعمله صح لا تعملك حصل تحسن طفيف طفيف طيب ماشي إذن لو أنت اللي تبهدل في 30 سنة مش هيتعدل في 6 أسابيع هاخد وقته يتعدل بس أنت تستمر وتطلب من الله الهداية مخاطبة العقل والوجدان بص القرآن لما يخطب لك عقلك ومشاعرك في نفس الوقت شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده نتكلم عليه بقى على حادث الإفك محفين إفك يعني أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت أبو بكر الصديق تتهم بالزنا مع أحد الصحابة صفوان بن المعطل كرسة شهر كامل القرآن ما ينزلش وده أكبر زلزال بيهز المجتمع المسلم تنزل برائتها بقى إن الذين جاءوا بالإفك الإفك يعني الكذب الكبير الفرية الكبيرة عصبة منكم ما تبصوش على الجزء الفاضي في الكباية بصوا على الجزء المليان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فتحس إن فيه استبشار ما تخافش فيه جزء فيه حاجة حلوة في اللي حصل معقول لكل مرئة منهم مكتسبة من الإثن الصحابة بعضهم ردد الكلام ما تهمش بالزنا لكن ردد سمعت إن حصل كذا سمعت والذي تولى كبره منهم اللي بدأ ونشر ومالش قال لك ها باتت أمكم عند رجل والله ما سلمت منه ولا سلمة منها قال لبالك ده عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين والذي تولى كبره منهم فله عذاب عظيم اسمع بقى ما كنا نعمل إيه؟ نعمل زي أبو أيوب الأنصاري عمل لي أبو أيوب الأنصاري هو مرته قال للمرته مين أحسن؟ أنا ولا صفوان بن المعطل؟ قال لك صفوان؟ وأعيش أحسن منك وأنا وأنت ممكن في حد فينا يعمل كده يزني ويخوني الثاني قالتوا لا لا خلاص طالما أنا وأنت من أعملهاش وهم أحسن مننا يبقى هم لا يمكن يعملوا كده يبقى الكلام ده كذب بص الآيات والإيه؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الطبيعي كتب الآية إزاي؟ ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم بعضا خيرا لكن لا يقولك أن الكلمة اللي تتقال على أخوك اللي تتقالت عليك أنت اللي تتقال على أختك تتقالت عليك أنت فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هنا الآية بتعطفك على أخوك خلي عندك عاطفة ده أنت اللي الكلام كان عليك المفروض كنت تظن بنفسك الطبيعي تظن بلعدكم بعضك لكن لا قالك تظن بنفسك الخير لأن أنت وخوك واحد كل كلمة في قرآن ليها عانى وقالوا هذا إيه كممين لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولاك عند الله هم الكاذبون مش أولاك هم الكاذبون هما ممكن يكونوا صدقين يعني لو تلاتة راحوا إلى جماعة شوفنا فلانا وفلانا بيزنوا وتلاتة النصاب لم يكتمل فلانا يكونوا أربعة لو تلاتة قالوا كده فأولئك عند الله هم الكاذبون يعني إيه يعني يعتبروا في الشرع كذبين معنى ممكن يكونوا مش كذبين لكن لا ما يتكلموش إذا النصاب ما اكتملش ما يتكلموش إيه السترده إيه السترده ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم أنا شخصين لو كنت من الصحابة في الوقت ده وسمعت الآية دي كنت نطيت كنت نطيت من على الكرسي بتاع ليه ده معنى أن ربنا سمحني ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه في الكلام اللي تقولته عذاب عظيم يبنى أن ربنا سمحني الحمد لله اسمع بقى اسمع التوبيخ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هو الوحب يتلقى بلسانه ولا بودنه بودنه يقول لك إيه إذ تلقونه بألسنتكم يعني هو أنت بغبغانات الآيب فيها توبيخ شديد بغبغانات بتتلقى بلسانك ما فيه تتلقى بودنك وتدخل على عقلك فلما عقلك يقولك الكلام ده وينفع يتقاله ولا ما ينفعش يتقوله لكن أنت تلقيت بلسانك إيش ممكن الآيات يا جباعة توبيخ دارت جد بعد ما كان الآية واخداري رحمة 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 توبيخ تربية مهربين بيربيني ودي التربية وبعدين اسمع بقى الآية جادي فيها حتة فيها كده إيه تربية لكن أب بيكلم ابنه ولولا إذ سمعتموه قلتم يعني المرة الجاية لما يحصل حاجة زي كده تعمل إزاي اسمع المرة جاية تعمل كده ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم مرة الجاية لما تسمع كلام زي كده تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم طريقة القرآن الطريقة القرآنية في وقت الشائعات إذا الشعب تربى على الكلام ده ما تنتشرش فيه شائعة واحدة تسمع كلام تقول إيه سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتن عظيم خلاص فيش أربعة ما فيش حاجة حصلت تال أمر يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين شايفين حركة دي يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين المرة دي خلاص بس إيه وعوتاني إيه وعوتاني مرة ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم آيات تربوية تربي شعب كامل إزاي توقض الشائعات ما ترددهاش ما تلقهاش بلسانك فوت على عقلك وشوف الكلام اللي بيتقال فالآيات خطيرة بقولك الآية توقض تجيبها ينين مش ما زي جوهرة زي ما بتتأمل كده في الوردة تأمل في الآية بس قارون بيوصف إزاي في القرآن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلى الصابرون لا لا أصبر أصبر بقى شوية ده الآية خطيرة ده فيها كمية خيال فخرج على قومه في زينته بتخيال واحد خارج بقى بالمارسيدس والساعة الروليكس وحاجة متزبطة خالص بقى البتاعة لسمه إيه الألميادة اللي عليه نجم الداود دي مومبلو حاجة زينة بقى مين بقى ينخدع بالكلام ده الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون إنه لذو حظ عظيم يبخت يبخت بالعربية دي ويبخت بالساعة دي ويبخت بالألم ده يبخت ليه يريدون الحياة الدنيا اصنع بها وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون يا جماعة فين التدبر في الآية بقى كل ده فاكرها بتتكلم عن خرون لسه وعن سيام سيدنا موسى يا ابني افهم بتكلمك انت بتقولك ما تبصش الاعلى منك في الدنيا التدبر هنا تدبر يعني ما يأتي دبر الفهم بعد الفهم انت بقى تستبيد ازاي لكن الناس بيتهري وتنكت ايه اللي حصل ايه دي المصيبة شفت ايه جرانة جابه بي ام يا نهر سويت جرانة جابه بي ام وحنا لسه معنا العربية الفات هنعمل ايه عندك حاجة تبعها في البلد طب تاخد فلوس من حد تعمل قرض هنعيش كده ازاي ليه مباصس لجاره انه لذو حظ عظيم لكن الانسان يبص للأعلى منه في الدين مش في الدنيا اسمع بقى كل انسان مبتلى كل انسان حصل له ابتلاء اقرى سورة العنكبوت واقرى الاول العنكبوت اكد انه بينزل عليك انت اسمك ايه عزا اسمك ايه احمد ارى الايه كده احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين انا بقى شخصين بتدبرها كده احسب فاضل ان يترك ان يقول امنت وهو لا يفتن ولقد فتن الذين من قبل فاضل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ايه واحد هتجي يقول ايه جوز يتجوز علي واحد يجي يقول لي ده انا حصلت ده انا ترفدت من شغلي انت فاكر نفسك هتدعي الايمان وما تختبرش ربنا بيقولك هو انت فاكر نفسك هتدعي انك مؤمن واش هتختبر غيرك اختبر قابلك اختبرنا وربنا عرف الصادقين من الكاذبين يلا اصدق بها خلي بالك اوحش حاجة لما تعرف انه ده اللي فيه ده كان امتحان وسقط لكن اجمل حاجة ان احنا عايشين في الامتحان دلوقتي وبيتقالينا ايه احنا دلوقتي في امتحان ما تسقطش بقى ما تسقطش ما تجزعش اصبر فين طب كلنا روحنا بتاع ده معظمنا ايه طب روحوا امتحاننا في سنة مية عام صح جربت تاني يوم بعد ما خيرت امتحانات سنة مية عامة تروح الخيمة بتاعت الامتحانات مش هتلاقيها هي الخيمة فين مش موجودة ليه خلاص يتهدد ده كان امتحان هي الدنيا كده سوق قام وانفض ربح فيه من ربح وخسر هي فيه من خسر هتيجي بعد ما الدنيا تخلص مش تلاقيها مش موجودة ويه ده كان الاختبار يا استاذ الاختبار كل شوية ناس عملة تشتكي 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 وشكاوي ومأهورة من كذا ومأهور من كذا خلاص تحور يا بني افهم انت عايش لحظات الدنيا جابر عن لحظات ربنا بيختبرك فيها عشان ان الدارة الاخيرة لا هي الحيوان حيوان يعني الحياتين الحييان فقلوا بقى التانية واوا هم كله بقى ليه هناك هنا ولا حاجة بس مهم هنا ولا حاجة من ناحية الوقت حاجة بسيطة اوي لكن مهم جدا مزرعة الاخيرة فما تهتمش كتير بالكسب اللي بتكسبه في الدنيا ولكن تهتم اكتر بما تزرع عشان تحصد بعدين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون أقراها قلت لا استنى ايه ده يعني يسبقون يعني واحد يسبق ربنا أم حسب هو فاكرين اللي بيعبلوا السيئات انهم هيسبقون يعني ايه فاكرين عرفوا زواغوا يعني واحد عمل سيئة طب يعمل ايه طب نروح يوم يعني في الاخيرة نروح بدلي شوية نحاول نعدي قبل ما حد ييجي هتسبق ربنا مش هتزوغ الآية يا جماعة واضحة جدا أم حسب الذين يعملون السيئات ايه يسبقون ساء ما يحكمون مفيش زواغان محدش هيزوغ بمعصية واحدة امسك الآية قلب فيها يمين وشنال هتديك اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورقوا العذابة وتقطعت بهم ونأسباب لرفق امن الدول كان بيقول للودي العسكري وأمين الشرطة اللي بياخد ربعمائة جنيه في الشهر علق لي الودي ده من رجليه علقوا حطي العصايا في دبره يحطها كهربوا في المكان الحساسي كهربوا يوم القيامة بقى اللوى ده هيتبرع من أمين الشرطة الندالة يخليك راجل وقول لا يا رب ما تعذبوش ده كان عبد المأمور انا اللي قلت له يضرب ويعذب لا ندل زي الشطان ما شطان كان ندل برضو هيتبرق من الناس اتبرق الذين اتبعوا كبار من الذين اتبعوا ورقوا العذابة وتقطعت بهم الأسباب خلاص مش حاجة يدري يعملوها كل الأسباب انقطعت وقال الذين اتبعوا الصبيان بقى صبي الرقاصة الطباء اللي كان بيطب الوراها ها الصبي حسنبارك صبي مش عارف مين الصبيان دول كلهم يجو يوم القيامة ايه يقولوا ايه يا رب رجعنا بس ادينا فرصة فرصة احنا بقى نتبرق منهم كما تبرقوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرق منهم كما تبرقوا منا لو بس يا رب تدينا فرصة هنتبرق منهم زي ما تبرقوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم وما هم بخارجين من النار بص المشاعر بتاعت الحسرة اللي موجودة ندم حسرة مش ممكن الآية بتفيد بمشاعر الحسرة والندم على انهم اتبعوا دي ناس عملت ايب يا خلي بالك دي ناس باعت اخرتها عشان دنيا غيرها يعني هو بياخد 400 جنيه اصلا واللوى دا بياخد 200 ألف وتلتمائة ألف وأكتر اشتبعوا عارفين فيه في الداخلية ناس لأ نتعميش كده فيه مليون شهريا وقامنا لعارفه كويس جدا ولينا ناس جوه وبيقبضوا وعارفين كويس هوا ونفس أخويا اللي كان بيقبض مديره مديره دا ايه اللي هو صغير جدا في شرطة الكهرباء كان بيقبضوا 80 ألف كل شهر دا دا اللي بالحلال خالص بالحلال دا دا الطبيعي اللي طالع من الغرماض أخويا كان بياخد 800 جنيه مزابط دا أخويا مش قابين شرطة أخويا زابط كان نقيب ساعتها فلة حلو قوي 800 بيتكافوا 10 تيام في الشهر ما دي النقطة إن في ناس باعت باعت أخرتها عشان دنيا الناس تانية يعني حتى لا شاف دنيا ولا شاف آخرة ما دي الكارسة كارسة اسمع الندم والحصرة بقى عالناس اللي مشت وراء أصحابها اللي أضلوها واحد صاحب حد وأضله يجي يوم القيامة يوم يعد الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بص مشاعر الحصرة والندم أنت بتقول لي القرآن بيحرك كمية مشاعر فزيعة ما هيحرك مشاعر جواك الظالم ده هيعد على دي كده آه آه ليه يا ليتني يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلها يا ريتني ما كنتش أخذت فلان ده صديق لي ليه أضلني عن ذلك كنت أقول له تعالى نروح نقرأ قرآن تعالى نحضر الدرس تعالى نعمل عمل صالح تعالى نتطوع مع الرسالة مع الأرمان مع بتاع اللي صل على النبي تعالى نحن نروح نعمل دماغ هو ده العية بتقول لي كده التدبر التدبر نحن نقرأ القرآن لكنه مش نازلين نحن خالص مم والله يا إخ أنا أمراتي ده أنت تقرأ إيه دي عشان تعتبر أبوي و أمي لازم جراني جراني لازم يقروا كم ده لكن أنا أقاق أقاق بص المواسابة يعني أنا بتخيل نفسي لو أنا مع المسلمين في أحد أنا أعتم نفسي من الصحابة ومعايا الرسول عليه الصلاة والسلام ونتهزم ويموت مننا سبعين ويمثل بجثث مننا ناس وسيدنا حمزة يطلعوا كبده ويكلوه ويقطعوا له وإدنه ومنخيره وأنس بن النضر أخته تعرفه من وحمة في صبعه ما يتميزش من التشوهات وإشاء ورسول السلام يجرح يتعور في رجبته وفي وشه واسنانه تتكسر فيه ده إيه ده شعور فظيع شعور بالمررة رهيب جدا أنا محتاج حد ياخدني بالحضن كده ويططب علي ويقول لي معلش يا فاطر معلش ما تزعلش كده أنت أحسن منهم لأن أنت مؤمن وبعدين ما هم برضو يعني اتصابوا قبل كده بدر كان فيها سبعين واحد ماتوا برضو وبكرة تكسب بنت فأنا عايز حدي يطبطب عليها شوية بصوا الصحابة بعد الغزوة تنزلهم الآية دي والطبطبة اللي فيها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونة إن كنتم مؤمنين إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يعني حتى ده في حاجة حلوة ما تبصش لجزء الفاضي في الكوباية بص لجزء المليان عشان ربنا يعرف مين فيكم مؤمنين وياخد منكم شهداء والله لا يحب الظالمين مواساة الآية فيها مشاعر المواساة حاجة مش ممكن الحذر طالعا سورة يوسف ده أبادي خصة بقى أحسن القصص ده ما فيش شعور مش موجود فيها يا جماعة أنا ما حاولتش أحصرها خالص ده أنا بس كده وأنا بقراها الليمين اللي فاتوا دول لو هتم طبعك هاشوية تلاقيت اللي علقت معاه الحذر قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا خليك حذر مش هنتكلم عن الناس مش هنقولوا عليهم مش هنظرهم فيهم ظن سيء لكن الواحد ما يبقى شعبينت الواحد يركز ويتعامل مع الناس على أساس اطباع المعروف عنهم فخليك حذر يا ابني وما تحكيش الكلام ده لإخواتك أحسن بعدين يكيدوا لك كيدا بص شعور الحسد بقى إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يوسف واخوه بن يمين أبوهم بيحبوهم مع أنه إحنا بقى عشرة وكبار وشباب وأقوية وشايفلوا البزنس كل شايفلين عنه كل حاجة فيه شعور بالحسد إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لفي ضلال مبين مؤامرة فضيعة أنا بحيث أن الأودة بتضلم وأنا بقرأ الآية دي قاعد مع ناس بتتآمر اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخروا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بصناحة تاني كده قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين مؤامرة مؤامرة ناس قاعدة بتتآمر على خور بجد بحيث أن الدنيا بتضلم ونحن بتفرج عليهم وبيكلم الآية بتعيشني في جو عايزين نعيش ده خيال خديعة طب يقناه الراجل إزاي والراجل بصباحة حذر جدا سيدنا عقوب حذر جدا ما بيبعتوش معهم حتة عايزين يخدعوه الأب والأم عشان تخدعهم وتخبهم منهم نقلهم تعالوا هيأكل بصراحة الوقت بقولوا يمين ما بيأكلش فبعتوا قاعدوا عاملين معاك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وإن له لناصحون ما بتبعتوش معنا ليه ده احنا هنعلمه أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب المرتع المكان للإنسان بيأكل فيه ماشي فقلت الأب يبعتو عشان يأكل هتبعتو طبعا وإن له لحافظون راح بعد حياة ويلعب بسط خديعة تحس بالخديعة موجودة حزن لما جم قالوله أن يوسف خلاص راح وأكلوا الذئب واضي الأميس علي دم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ده سطر ونص بص فيهم كم تعبير عن الحزن وتولى عنهم خد جنب الوحد وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن كتر البكاء اتعام الحزن فهو كظيم بيكظم حزنه يعني أنا في سطر ونص ست تعبيرات عن الحزن إيه ده إيه ده يعني يعني ريتشنس مش ممكن في غنى في ثراء خطير في الآيات بص الأمل جاي بقى بعد عشرات السنين دور على ابنك الجديد اللي ضاع لا لا أمل يا بنية اذهبوا فتحساسوا من يوسف اللي ضاع من ثلاثين سنة آه وأخيه ولا تيقاسوا من روح الله يعني من رحمة الله إنه لا ييقاسوا من روح الله إلا القوم والكافرون يا خبرة بيض إيه الأمل ده خلي بالك بس خلي بالك أنت لا يجوز لك كمسلم إنك تتشائم التشائم سوء ظن في الله التفاؤل حصن ظن في الله فكين فترة كانت الفترة كانت معي على تويتر والناس بقى والأحداث اللي بتحصل في مصر والعباسية والناس بقول إخوانا إنه لا ييقاسوا من روح الله إلا القوم والكافرون إحنا النهاردة بنعمل إيه بقى العالم كله بيتفرج عليه النهاردة اقروا الشيخ سلمان العودة كاتب إيه على تويتر المبارح اقروا علي العمري كاتب إيه إيه ده العرب كله بيتفرجوا علينا نهاردة وبيدعو لنا وإحنا أمل الأمة الإسلامية نهاردة لسه من الأسبوعين كان كله عنده اكتئاب كان الشعب المصري ده محتاج 80 مليون سايكايترست محتاجين بجد نستورد الطباء نفسيين يعالجوا الشعب المصري إخوانا بصر قدام خلي عندك أمل ليه في ظل ده كله أيوة أنت موسطن ما ينفعش إيه لأن يكون عندك أمل فالآية دي بقى تدبرها إنها تزبطك في الأحداث دي أنا أنا بقرأ الآية دي تزبط لي إن أنا فيه مش أنا فاصل القرآن تماما عن 23 ساعة تانين لا ده الساعة دي تزبطك 23 ساعة بقى قيمة القرآن ايه فرح فلما أن جاء البشير هو حق جايب إيه الجود نيوز بشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة رماله أمي سيدنا يوسف في ريحته فارتد بصيرة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون مش قلت لكم يا جماعة عادتوا له عليا مخرف فرح طبعا طبعا الندم والتوبة بتاع إخوات سيدنا يوسف أنا بحيث أنهم كانوا مدلدلين رأسهم في الأرض وما بيبصوش في وش أبوه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين لا شعور بالندم والتوبة صديقة بصراحة صديقة إن شاء الله سيدنا يوسف ربنا مكن له بقى ده إيه ده أكرم الناس وسلام سؤل الرسول عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس ما قلش أنا قال يوسف ليه قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي بن نبي ابن نبي بن نبي أربع أجيال أنبياء يوسف ابن يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم ويبقى بص التأمر اللي يعني من صغره بحتلق مؤمرات ويترمي في البير ويتباع عبد وأكرم الناس ويعيش عبد والست تحاول تغويل ويترمي في السجن مظلوم عمل ايه في السجن عمل دعوة واحد مننا كان عمل ازاي قال عملت ايه عشوهش سجن عملت ايه ده انا معربتش بالحرام عمري ده لا انا هنا عشان فيه سبب اشتغل دعوة مع الناس مع المسجنين فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين اهلا وسهلا بيكم في مصر اتفضلوا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجد ايه التمكين ده بص شعور التمكين يا رب ما كن لنا كده زي يوسف يا رب لا عايز تبقى زي يوسف خليك زي يوسف بقى في كل حاجة بص بقى اللي جاي عمل ازاي بص الادب مع الله وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ده خبر ابيض ده مرمي ده اصلا ترمى في السجن ظلم تقولك ربنا احسن الي وخرجني يقول طبيعي انك تخرج ده احسان من ربنا احسان من ربنا قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي فاعتبر نفسه انه هو اقول طالب السجن وده احسن من ربنا انه خرجوا ايه الردى ده ايه الردى ده اسمع بقى كمان الادب هو مين اللي غلط فيه مش اخواته قالك من بعد اه وجاء بكم من البدوي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي بعد ما الشيطان وقع بيننا اخوتي تقولش يا انا عمل فيهم اي حاجة ايه ده مش ممكن وينسب للشيطان كل حاجة غلط لكن اخواتنا الشيطان وقع بيني وبينهم يعيني ده ما عملش حاجة ادب ادب ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم والحكيم الكلام ده ما نفعش يا عدي كلام ده لازم بنقرأ ونتقى الآية جوهرة جوهرة ما تعديش كده كمانا هقراها وقلب فيها واني بيمين ومش ماله اي ده وكل الحرف فيش حرف زيادة في القرآن ابدا لو تكلم احد يقول كده ما فيش حرف واحد زيادة كله محكم خلاص عموما وزعوا عليكم المأثورات ولا لا هيوزعوا عليكم دلوقتي حتنهلكوا هنا على الترابيزة طيب وانتوا خارجين كل واحد ياخد واحدة بس ماشي انا ما عايزه من حضراتكم الواجب بتاع المرة اللي فاتت التأمل 15 دي لا هو 24 ساعة انت طول الوقت تعنيك على الحاجة الحلوة طول الوقت خلي بالك ما فيه عين الذبابة وعين النحلة النحلة طول ما انت ماشي بص على الوردة بص على اللون الاخضر بص على اللون القزق بتاع السماء بص على كل النعم دي فده عددا الطبيقية بتاع القراص وقرآن زي ما احنا الورد بتاعنا الورد الالحاح ولح على الله انه يوقتيني القلب السليم وانه يصلح قلبي بالقرآن قبل الاراية لازم ده غير طبعا في الصلاوات على طول بقى سأل ربنا لكن قبل الاراية ثلاث دقايق بس دول بيزبطوك الاراية ويخالوا الاراية فيها تركيز هسأل يجلوقتي ماشي فدي حاجة الدعاء بتاع الحب ان شاء الله يا رب مرة واحدة طيب الناس اللي عندها مشكلة مع تنظيم وقتها لأ ما معلش ما هو احسن وقت للقرآن للصبح بعد الفجر ما انت منجيش تناولي بعد الفجر وتقولي ما لقيتش وقت احلى وقت بعد الفجر من الفجر للشروق جميل بس هكتر انام بدري ما تنام بدري طيب ويسرفه ده ان شاء الله ما اتطرقنا على يسرفه الحمد لله هيسافر عقبال يا رب عمر اديب ومونة الشازلي يا رب كلهم يجلهم حقود بره وما فيش اقمار صناعية يا رب الرئيس اللي هيجي يلغي الامار الصناعية يا رب الله واحنا هو ده هنتفرج على اقمار الصناعية ومش عايفين نتعامل مع ربنا يبقى ازن كل ده شغال زي ما هو وهنقرأ القاتي افتح معي بقى المأثورات حاضر اه اوكي طيب اكتب قدامك بقى في الورق انا اسف وكانت وزعت عليكم انا اسف جدا من صفحة تلاتاشر من اول الفاتحة لغاية صفحة سبعتاشر لغاية الدعاء حزبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا من صفحة تلاتاشر من اولها لغاية نص صفحة سبعتاشر لغاية الدعاء ده بعد الدعاء ده يعني ماشي وبعدين هتبدأ تاني في صفحة اتنين وعشرين صفحة اتنين وعشرين وانا اسف لها من تلاتاشر لسبعتاشر موضوع سعلي جدا من اول تلاتاشر لنص صفحة سبعتاشر خلاص هتبقى في صفحة اتنين وعشرين كل هو الله واحد والمؤودتين ماشي وبعدها ادعية شغالة لغاية صفحة سبعة وعشرين خلاص يعني انا شرت لك من النص شوات حاجات بس اش اكتر من كده مطلوب من حضرتك تقرأ الكلام ده صباح ومساء اذكر الصباح اقول لك اه كل الصفحات دي يا سيدي بص صفحة دي بس اش محدش يركز معين شو بص صفحة دي دي اسمها مايكرو صفحة خلاص دي شو ليه طبين فحسب القرآن ده من الورد لا خلاص مايكرو صفحة الادعية دي نقولها في الصباح هتلاقي اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو واليه النشور بالليل هو هتطلق بين قصين امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك واليه المصير بالليل خلاص يا ريت ده ابتداء من الفجر اي وقت خلال النهار ميستحسن الصباح ماشي واي وقت من المغرب اسكار المساء لغاية ما النام اي وقت بتركيز نحاول نتدبر الكلام برضو قولنا قبل كده لو حد جي دلق عليك شاي اصف 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 كده هتديره بالعم على وشه انا اصف جدا انا اصف اما كنت شخصه خلاص 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 يا عم فيش حاجة في ايه هو نفس الكلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا ما فيه عشي بجد يبقى لازم استشعر الكلام انا بقوله لربنا خلاص الاسكار دي مهمة جدا هتقول ايه عم ده انت جيب لنا حاجة اسم بقى مأسورات حسن بقى لا هي مأسورات رسول السلام حسن بقى دور نوع جمعها بس جمع هذه الاذكار وطلب من الناس تقرأ بس خلاص ماشي مضايقات اشير الجلد خلاص خلاص طيب ناخد بقى الاسئلة